زيارة مهمة وتاريخية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تفتح آفاقا جديدة لعلاقات ظلت متميزة وتاريخية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد جذورها عشرات السنين وسط ترحيب أمريكي بالزيارة التي تعتبره ثمرة مضافة من ثمار التعاون المشترك في شتى المجالات لقاء سمو الأمير وترامب يعد استكمالا للقاء الرياض الذي كان على هامش القمة الخليجية الأمريكية في مايو الماضي وعليه ستكون القمة المرتقبة استكمالا للمشاورات القائمة بين القيادتين ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يتصدرها ملف الإرهاب الذي طالت دولتين وعديد بلدان العالم وكما هو معلوم تظل الكويت شريكا رئيسيا في الحرب على الإرهاب التحديات والظروف لا شك تبقي القمة المهمة محل ترقب خاصة والمنطقة لا تزال تعيش ظروفا غير مستقرة حجم المشاركة الرفيعة والتوقيت وغيرها من المعطيات إضافة لملفات ثنائية اقتصادية سياسية واجتماعية وعسكرية أمنية ستكون فرصة لاتفاقيات ثنائية تعزز الاستثمار والتعاون زيارة سادسة لسمو الأمير وعلاقة متجذرة نحو مزيد من التعزيز والتطوير ستنعكس بالتبعية على المستقبل وترسم خارطة مسارات تحارب الإرهاب وتمنح الشرق الأوسط من المحفزات والتنسيق ما يصب في صالح استقرار يحفظ الأمن ويخدم السلام العالمي